تدعاء الأستاذ المحامي هي الدفاع توفيق باللعلة من طرف فصيلة ما يسمى فصيلة الأبحاث لفرقة الدرك الوطني ببيل موراد رايس أحد المحامين يقوم بعمله بكل مهنية محامي حر يقوم بعمله بكل مهنية الضغوطات الضغوطات على المحامين الأحرار دالك سأني قبل فترة أحد الأفاضل على التويتر لندن حتى درت عليها تغريدة كان السؤال على المحامين تاعة وذكروا حتى بالأسم المحامي أخونا زكريا لي دافع على محمد بن حليم محامي يقوم بيطوره في دفاع على الزبون تاو قتلوا إياك أو بهذا المعنى لأن ليهاجموا المحامين كين صنفين كين صنف جاهل لا يعرف الضغوطات ليتعرضوا لها المحامين واحد يحرقوا له سيارته واحد يطردوه من العمل واحد يسجنوه وصلوا إلى سجن محامين وهناك إذن عن جاهل يهاجم المحامين على قلتهم اللي بقاوا ما زالوا يدافعوا على الحركة ويقوموا بعمل مهني دستور الجزائري يسمح بذلك القوانين الجزائرية قوانين التقاضي حتى أن القوانين التقاضي يجب أن يكون عندك محامي في كثير من القضايا يجب أن يكون عندك محامي بشي القاضي يحكم مع ذلك العصابات تطاردهم تضغط عليهم تهاجمهم والأخطر أن يخرج بعض الناس عن قسط وبعضهم حتى يحب ينسب روحوا للحركة أو كان جزء من الحركة ويهاجم المحامين هذا عمل خبيث إذا كان هناك من يجهل ذلك فهذا لا يعدر بجهله ولكن يجب الناس تقول له باللي توقف مذهجم المحامين يعني المحامين انتع العصابات المحامين انتع اللي هما مرت شركاء مع العصابات لراي في السجوع هذوك مكاش لي ينتقدهم لكن القلة القليلة من المحامين اللي مازال يدافع على حر هنا أو هناك مسجون ظلما وعدوانا يخرجوا إما الجهلاء إما الخبثاء يهاجمهم هذا يجب أن يتوقف ويجب الناس ما يمشوش فيه يكفيهم شرفا هؤلاء المحامين أنهم شرفوا مهنتهم ويتعاملون بكل مهنية ووفق حتى قوانين اللي دارت هذه العصابة في الدفاع عن المظلمين ترجمة نانسي قنقر